بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو ده معمول كاستدراك او كتصحيح لسؤالين ان شاء الله هنشوفهم في الفيديو اللي جاي السؤالين دول اول سؤال فيهم هو السؤال رقم 11 اللي موجود في صفحة رقم 4 السؤال دوت والسؤال التاني معانا اللي برضو هنتكلم فيه في الفيديو ده سؤال رقم 14 في الصفحة رقم 5 السؤالين دول اجابتهم في الضم بتاع ناين تي و تي للأسف هي اجابة خاطئة انما اجابتهم في الضمب الصيني هي اجابة صحة ولو صبرت عليها شوية هتلاقوا ان انا مستقبلا هتكلم ان على النقيد فيه برضو اجابات في الضمب الصيني خاطئة وفي الضمب بتاع ناين تي و تي صحيحة فما فيش ضم من الاثنين الاجابات اللي فيه صحيحة مية في المية لكن احنا قادرنا مستطاع باللي استعانى برضو بالنس اللي مشكورة بتعمل هايلايت او بتدينا يعني فكرة عن دوت وبتقول لنا عشان نشارك المعلومة معاكم هنحاول قادرنا مستطاع لو وقع تحت ايدينا حاجة زي كده هنتكلم فيها قصة يا جماعة السؤال رقم 11 دوت بيتكلم في الفكرة بتاعت الكواليتي اوف سيربس و احنا في عندنا في الكواليتي اوف سيربس فكرتين في حاجة اسمها ماركينج و في حاجة اسمها اكشن على الترافك اللي حصله الماركينج يعني انا عشان قادر اعمل كواليتي اوف سيربس كونسيبت تحسين الخدمة محتاج حاجتين محتاج اول حاجة ان انا احدد ايه الترافك اللي ماشي عندي في النت بورك فاعلم على الفويب اعلم على الفيديو واعلم على الفايل ترانسفر اللي هو بقى تحميل البيانات او ترافك الجيمز والكلام ده كله عملت ايه بقى لما عملت ماركينج ولا حاجة انا كل بس اللي عملته ان انا احطيه التاج على الترافك اللي معدي عشان لما اشوف الترافك ده ماشي اقدر اعرف اه والله طالما الترافك ده واخد التاج اللي هو مثلا اسمه اكسبديد الفوروردينج اذا الترافك ده بتاع فويب عشان بعد كده اعمل عليه منيبلاشن او اعمل يعني اتعامل على الترافك ده التعامل ده قد يكون عن طريق ان انا افضل الترافك ده في حالة التيوينج لما الترافك ده يجي في طابور او يجي يدخل في الانترفيس الدخول في الانترفيس بيكون عن طريق زي طابور الديفولت بتبقى حاجة اسمها First In First Out اول واحد هيوصل الانترفيس بتاع الراوتر هو اول واحد هيخرج لكن بالنسبة لترافك الفويب المناسبة ما ينفعش ترافك الفويب يعتبر Time Sensitive فمحتاج ان هو يتم التعامل معاها بشكل سريع شوية ففي الحالة دي انا بعمل ماركينج لترافك الفويس باستخدام حاجة اسمها عشان بعد كده على انترفيس الراوتر اقدر ان انا اطبق حاجة اسمها Low Latency Cueing او حاجة اسمها Priority Cueing عن طريق الخاصية دي لما شوف ترافك الفويب اخده هو وطلعه الاول قبل اي حد تاني فالسؤال هنا لو قرناه تاني بقى بعد ما احنا فهمنا الكونسبت بتاع ان في حاجة اسمها Marking وفي حاجة اسمها Manipulation او تعامل مع البيانات حاليا السؤال بيقول which prioritization method ايه طريقة الprioritization المناسبة للشغل مع الانتراكتف فويس والفيديو وخلي بالكوم برضه من كلمة انتراكتف دي معناها Real Time او traffic voice خلال فيديو كونفرنس او مكالمة اليفون لان فيه مثلا traffic voice متمثل في الفيديوهات الصوت او فيه traffic video متمثل في الفيديوهات اللي انتو بتفرجوا عليها وفيه traffic video تاني متمثل في الانلاين تريننج او متمثل في الفيديو كونفرنس اللي هو الحاضرين بيتكلموا معي in real time في نفس الوقت بنتكلم وبنرد على بعض دول بيسموهم interactive traffic لكن ال traffic بتاع الافلام الفيديوهات اليوتيوب ده يعتبر مش interactive traffic فده ما يصنفش او ما ياخدش التاج بتاع الif لان قطر استخدامه في الشبكة عندي ممكن يؤدي معي ان ال traffic في الشبكة يبقى مستغل بشكل مش مناسب ويجي على حساب traffic المهم زي traffic interactive voice فانتخلى بنا من concept ال interactive voice ده 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 فهو انا بيقول بقى البروريوترزيشن البروريوتي ميسود او البروريوتي ميسود اللي انا ممكن استخدمها مع الفويب هنا ما قالش الماركينج هو انا همارك الفويب بايه لو كان قالي حط مارك الفويب بايه فكتا هقوله همارك الفويب بإكسيبيديدت فوروردينج وده يعتبر تاج بيتحط على إكسيبيديدت فوروردينج وحتلقوني في الفيديو اللي بعدها ان شاء الله انا برضو متكلم في الموضوع لكن مع الاسف انا مجاوبه بطريقة او انا فهمت السؤال وقتها ان هو ماركينج بس الحمد لله يعني ان احنا نتدرك الموضوع ونوضح برضو الخطأ اللي كان موجود عندنا فهتلاقوني برضو بشرح فما تخفلوش عن الشرح ده يعني انا برضو مش هعمل بلورينج انا ممكن اعمل بلورينج بس وقت الاجابة عشان ما يحصلش خلطة عند الناس لكن تابعوا الشرح فيكون مفيد ان شاء الله ان شاء الله يكون فطالما بيتكلم على بيوريورتي مثووا في الحاله ده هيختار للولي تنفي associations اللي هو مراضف لبعضل الحاجه اسمها بيوريورتي motivo يعني لما شوف كلمه بي كل مراضيفها البعض يسمى انها بحاجه اللي هو اللي لا تنفي ده كده السؤال الاول يعني الصياع ما بينان يبدو وفيديو السؤال الاب왔ة طبعا اه ان انا غيرتنا اكثر فكل سؤال ده في الفيديو اللي يبعد على طول السؤال يبقى كده سؤال رقم 14 بيسأل فيه ايه هي السيسلوج فاسيليتي او ايه هو معنى السيسلوج فاسيليتي السيسلوج فاسيليتي هي value بتمثل هي البروسيس بتقول على مين البروسيس اللي طلعت اللوج ميسيج ده ولما دورت في الموضوع عرفت ان الموضوع ده ليعلاقة بالبهيفير بتاع linux اصلا وحاجة اسمها linux psd اللي هو ان بيكون فيه value في السيسلوج او في اللوج ميسيج بيتقال فيها هي مين الديمون او مين السيرفيس اللي عمل جنريت لللوج ميسيج ده بالنسبة اللي جابتها اضم 9TOT بيقولوا ان السيسلوج فاسيليتي هي مجموعة اللوجز اللي بتتشارك مع بعض نفس السيبيريتي ليفل يعني مثلا اللوجز كلها اللي مثلا في الليفل بتاع الاميرجنسي كلها تعتبر نفس الفاسيليتي هي ساعتها كلها تعتبر نفس السيبيريتي ولكن مش هتعتبر نفس الفاسيليتي و لكن الفاسيليتي value ده تعتبر الفلايوي اللي بتقول هو كون السيرفيس اللي عمل جنريت للسيسلوج فايل ده او سيسلوج ميسيج ده منقن نفس السيرفيس عمل جنريت لكذا لوغ ميسيج كل ماسيج لها السيبيريتي مختلفة بس لما احبه مثلا اشوف ايه اللوكز اللي طلعت من الاس انا بي ترافك او طلعت من الانجن بتاع حاجة زي الاس انا بي فهدور على الفاسيليتي فاليو بتاعت الاس انا بي ودور عليها وسط ملايين اللوكز فيطلع لي وقتها مثلا خمسين لوك كريتيكال عشر امرجنسي تمنمية نوتيفيكيشن كلهم بيتشاركوا نفس الفاسيليتي لانهم كلهم طلعين من نفس السيرفز فالاجابة الصحة لسؤال 14 في صفحة رقم 5 يا جماعة هي دي وده وفقا برضو للضمب الصيني حد كده هنا نكون وصلنا للفيديو ده بقى نتابع معاوض ان شاء الله بقى الفيديوهات وشكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته